مشاهدين الكرام هالموسم وش مجهزنا موسم الرياض في نسخة الرابعة اللي راح يكون بعد يومين يسلد الستار عن فعاليات وأحداث موسم الرياض 2023 وليتضمن الكثير من الفعاليات الترفيهية الأولى من نوعها في الرياض راح يبدأ موسم الرياض باستقبال الزوار في الثامن والعشرين من هالشهر وبيكون فيه افتتاح متحف اللاعب البرتغالي كريستانو رونالدو طبعا المتحف صم بطريقة عصرية حول شخصية وقصة حياة رونالدو واللي بيحتوي على جوائز والقابة الشخصية وبرضو بعد التجارب اللي خاضها الاسطورة رونالدو سواء في الملاعب الأوروبية مع منتخب بلاده أو حتى مع نادي النصر في المملكة العربية السعودية جميل نادر هذا للشباب طبعا وكمان في يوم 29 ينادر بيتم افتتاح عالم باربي بشكل جديد لإحياء تاريخ العلامة التجارية الشهيرة وتوفير المتعة والترفية لمحبي باربي من جميع الأعمار وترى فيه تجارب وعروض تفاعلية ممتعة للأطفال وكمان للكبار عادي احنا نروح اكيد كويس يعني مسموح لنا جميل جدا ريم اكيد بيكون في 2 نوفمبر اللي بيتم في افتتاح البوليفارد وورد اللي بيوفر مطاعم ومقاهي جديدة ومنطقة للعروض الفنية والموسيقية وصالة العاب داخلية بالإضافة إلى مشاركة الدول بالمنطقة الترفيهية الجديدة وهي امريكا فرنسا اليونان الهند الصين اسبانيا اليابان المغرب المكسيك ويطاليا عشان نكتشاف وتجارب كثيرة ونتعرف عليها ان شاء الله من خلال ثقافات هالبلدان وعاداتهم وتقاليدهم يعني كذا احنا مو بس نكون موجودين في موسم الرياض احنا نلف حول العالم ونتعرف على ثقافات دول مختلفة سواء كان من ناحية الثقافة الدولة نفسها كلها مجموعة في مكان واحد كلها اكيد في مكان واحد في البوليفارد وورلد كمان حيكون فيه افتتاح لحديقة الحيوان في يوم 12 نوفمبر الحديقة تتكون من 6 محميات ويتوفر فيها اكثر من 1300 حيوان وبعدها بيوم راح يتم افتتاح واندر غاردن في يوم 13 نوفمبر وهي مدينة ملاهي متنقلة وتعتبر اكبر مدينة ملاهي متنقلة وترى تم تصميمها عشان تناسب الاطفال وكبان العائلات والكبار صراحة انا هذه من اكثر الفعاليات اللي جدا متحمستنا انا مشيرك كثير على كلمة اخيرة بالنسبة لنا الكبار اكيد الملاهي والالعاب للكل يا نادر بالضبط اكيد ريم حنا نتذكر ايام الوينتر ويندرلاند بالموسم الماضي كبار صغار اطفال عوائل استمتعنا فيها الالعاب اللي اكيد انها مميزة وفريدة من نوعها مثل ما عودتنا موسم الرياض اكيد ريم راح يكون ايضا عندنا افتتاح ديزني لاند يوم 22 نوفمبر اذ تستضيف المملكة قلعة ديزني لاند الساحرة للمرة الاولى في الشرق الاوسط في منطقة بوليفارد رياض سيتي وذلك الاحتفال بالذكرة المئوية لتأسيسها ورح تقدم عروض مذهلة مستوحاة من اشهر افلام ديزني انا قبل شيء قلت ويندر غاردن راح يكون مكاني المفضل ده حين غيرت رأيي ده خلاص نثبت يعني كل مرة صراحة بنشوف شيء جديد في موسم الرياض كمان راح يكون في افتتاح لمنطقة المربع يوم 23 نوفمبر وطبعا هذه المنطقة بتتميز انها بتمثل واحدة من ابرز وجهات موسم الرياض لهذا العام بعراقة المباني وملامح السنوات الاولى لتطور البلاد قبل اكثر من 80 عاما حيث تحتضن قصر المربع الاثري وعددا من الموجودات اللي تروي بصمة بدايات المنطقة وشواهدها الزمانية وايضا المكانية الجميل بالموضوع الريم اللي بيروح منطقة المربع راح يستمتع بالحداثة ويستمتع بالماضي التاريخ موجود والحاضر موجود والمستقبل برضو نشوفه مستوحة بيذن الله فنعتقد المنطقة هذه وعلى فكرة هي بتكون مستمرة على طوال الموسم طوال السنة بتكون موجودة وفاتحة اللي بيستمتع فيها فأكيد يا جماعة الخير راح يتم ايضا افتتاح سوق الاولين في الاول من ديسمبر هالسوق يهدف انه يكون موسم الرياضة هالسنة خير ناقل لشكل حضارتنا وثقافتنا لذلك صمم السوق بنكهة عربية خاصة في كل تفاصيلة عشان يعطيكم جو السفر عبر الزمن والتعرف على ايام اجدادنا زي ما قلت نادر احنا فعلا حنسافر عبر الزمن وحنسافر حول العالم حنروح للماضي حنروح للمستقبل كمان بكل الفعاليات اللي موجودة في موسم الرياض وما شاء الله يعني بمجرد الحديث عن موسم الرياض يا نادر يعني تعبت وانا اتكلم عن الفعاليات الموجودة لان الفعاليات ما تخلص يبيلك كلبة خبر موية وتريحين شوي لان الخبار طويل عن موسم الرياضة اكيد كمان لكل عشاق السيارات ومحبيها بيتم افتتاح معرض السيارات ويستعرض المعرض السيارات المميزة والرياضية الى جانب اندر السيارات الكلاسيكية اكيد لكل محبي سيارات الكلاسيكية وكمان يشمل المعرض ايضا منطقة لكبار الشخصيات وقسم خاص بالسيارات الحصرية والفريدة من نوعها في العالم وفيها بعد منطقة مزاد للسيارات التابعة لصالة كبار الشخصيات بالاضافة لساحة خارجية للمطاعم والمقاهي يعني ما شو الله كل فعالية بتكون كاملة فيها كل شي الجميل أنه هالموسم رح يلبي رغبة الجميع عشاق السيارات يعني احنا كثير عندنا شباب يحبون السيارات تعديل السيارات والسيارات القديمة الكلاسيك الأولد وبرضو الآن البنات تدخلوا على الخط يا جماعة الخير أكيد من زمان دخلنا على الخط يا نادر صار ينفسونا بنشوفهم كثير أتوقع في المكان رح يجيبهم أكيد ومن السيارات إلى أجواء الفاشن والموضة في يوم 17 ديسمبر يا ريم رح يتم افتتاح معرض أنا عربية وليستعرض قطع ترجع لأكثر من 200 مصمم من أنحاء العالم العربي والحلو أن المصممات والسيدات الأعمال يقدرون يسوقون منتجاتهم ويشاركونها في المعرض صراحة كل الفعاليات جميلة سواء بنتكلم عن الفاشن عن ديزني عن باربي عن بوليفورد ويرلد وكمان موسم الرياض رح يأخذنا في يوم 21 ديسمبر إلى عربات الأطعماء المتنقلة أو الفود تركز من خلال مهرجان فود ترك واللي يعتبر واحد من أبرز الفعاليات الممتعة أكيد وهذا المهرجان يستضيف أكثر من 100 عرب الطعام عالمية معروفة باسم جلوبال فود تركز بارك حيث تأتي هذه العربات من عواصم ومدن متنوعة حول العالم مثل نيويورك ولندن وتوكيو وغيرها يعني حنشوف مختلف أنواع الأطعمة من كل مكان الحمد لله السلفة فيها طعام فيها أكل يا جماعة الخير يعني بدل ما نروح نجرب الأكل الفلانية بالبلد الفلاني الآن صارت موجودة عندنا بالضبط يعني همشي روح وأنا مجوّع نفسي أنا دائم صاحة ريم إذا بروح أسوي بحث سوف تختار من الأساس يا نادر بتجوّع نفسي عموان ريم أكيد أن الفود تركز نتكلم عنها وأكيد أننا حنشوف برضه يعني فود تركز من الشباب السعوديين أكيد وحن عارفين أنهم قاعدين يبدعون في هذا الشيء هذا قاعدين نشوفهم في كل موسم وفي كل مكان وأكيد موسم الرياض هو حاضن بالبداية للشاب والشاب السعوديين يدعمهم ويطلعهم للناس وبرضه يسقل مواهبهم ويساعدهم وقاعدين نشوف هذا الشيء هذا في المواسم القادمة أكيد ريم الفود تركز والأكل بنروح لبطولة موسم الرياض لرياضة التنس والمصارع الحرة وغيرها كثير ومن أحدث الأخبار وصول بطل المكالم العالمي مايك تايسون للرياض للإشراف على تدريب فرانسيس نقانو ضد تايسون فيوري في افتتاح موسم الرياض 20-23 يعني أنا أعتقد ريم أنه هال الموسم أو النزال النزال التاريخي بيكون متابع على مستوى العالم أبطال موجودين عندنا في الرياض أكيد يعني بيتم استضافة إلى عديد من البطولات هنا في المملكة وهذه البطولة بالتحديد يعني أكيد أن الكل قاعدة بينتظرها نادر إيش أول مكان رح تزوره في موسم الرياض والله هنا أول شيء أفضل أن يزور صراحة النزال التاريخي لأنني بشوف أبطال العالم موجودين تتكلمين عن بطل الوزن الثقيل وتتكلمين عن أيضا بطل العالم السابق فأنا أعتقد أنه الجميع بيستمتع فيها وخصوصا نتكلم عن البطولة رح تجمع نادي الهلال والنصر وأيضا فريق عالمي رح يكون متواجد في الرياض والجمهور رح يستمتع فأنا أعتقد ريم الموسم الرياض هالسنة محير صراحة موسم الرياض كل سنة بنشوفه أفضل من السنة اللي قبله وفعلا يعني ما بنتوقع كمية الفعاليات اللي بتكون موجودة في موسم الرياض بمختلف الأماكن مختلف الفعاليات أكيد بمختلف الأعمار كمان يعني كلنا حنستمتع وما شاء الله يعني الموسم طويل فأكيد أننا بنلحق نادر أكيد ريم قالها أبو ناصر بيك تايم فأكيد موسم الرياض هالسنة هذي بيكون مختلف والجميع يترقب من جميع أنحاء العالم علشان يشوفون الإبداع اللي قاعدين نصنعها إحنا في المملكة من ترفيه ووسائل أخرى واللي إن شاء الله رح نبهر العالم فيها ونستمر في إبهارهم اشتركوا في القناة